تونس ثمرة الربيع العربي الوحيدة والتجربة الفريدة الخانية إلى حد ما من الدماء ها هي اليوم تبدأ أولى الخطوات نحو قصر قرطاج بدأ الناخبون التونسيون في الخارج الجمعة الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد بواقع 360 ألف ناخب موزعين على 45 دولة حول العالم تضم فرنسا العدد الأكبر منهم عشرون مركز اقتراع في فرنسا وزعت على باريس ومحيطها وعلى مدن فرنسية أخرى ويأمل المنظمون أن لا تقل نسبة المشاركة عن 48% كالتي سجلت قبل خمس سنوات ليستمر اقتراع الخارج حتى الأحد المقبل موعد الانتخابات داخل البلاد الانتخابات الرئاسية المبكرة شهدت حملات انتخابية مثيرة منها ما لم يشهده العرب من قبل مناظرات تلفزيونية للمرشحين عرضوا خلالها برامجهم للنهوض بواقع البلاد كمعالجة الدين الخارجي والبطالة والتنمية الجهوية وعجز الميزان التجاري وبقية النقاط التي تضمنتها البرامج الاقتصادية للمرشحين 26 مرشحا يتنافسون على كرسي الرئاسة يتركز السباق على 6 أو 7 مرشحين أبرزهم المنصف المرزوقي الذي كان رئيسا الجمهورية تونس منذ عام 2011 وحتى 2014 وأول رئيس في الوطن العربي يأتي إلى سدة الحكم ديمقراطيا ويسلم السلطة إلى معارض منافس بعد انتهاء مدة ولايته يليل عبدالفتاح مورو مرشح حركة النهضة ورئيس البرلمان بالإنابة بعد وفاة الرئيس السابق باجي قايد السبسي رئيس الحكومة يوسف الشاهد ترشح عن حزب تحية تونس الذي يستمت شعبيته من التجربة السياسية التي خاضها على رئيس الحكومة منذ ثلاث سنوات وعلى أعتاب الصمت الانتخابي يترقب التونسيون الرئيس الجديد لديمقراطية يراها الكثيرون واعدة أسقطت بن علي وأكملت مسيرها نحو ما تريد